وصفتنا اليوم رح تكون من انواع الخفزة جدا مرغوبة اليوم رح نعمل مع بعض الاذو اطيب خفز رمضان ممكن تعملو وان شاء الله رح نعمل العجينة من غير بيض ومن غير زبدة ورح تطلع معكم العجينة اكثر من رائعة تابوا مع الفيديو وتعالوا شوفوا في طريقة العمل في البداية هون رح نحضر للعجينة بالنسبة للعجينة هون رح نحتاج كاس من الحليب السائل طبعا هون الحليب لازم يكون دافي نصف كاس من لبن الزبادي ولازم يكون عنا بدرجة حرارة الغرفة نصف كاس من الزيت النباتي ورح نحتاج كمان هون معلقة صغيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة بحرككم كثير منيح مع بعض بترككم من خمس دقائق لعشر دقائق حط تفور الخميرة لازم نتأكد عنا ان الخميرة فارد قبل ما ننزل لطحين هيك عندي الخميرة جاهزة هل هون رح ننزل لطحين رح نحتاج ثلاث كاسات ونص من اللطحين في البداية حطت اول ثلاث كاسات النص الكاس بحطوه على مراحل المكون الاساسي عنه بالوصفة هون معلقة كبيرة من المحلب بالاضافة الى معلقة صغيرة من الباكينج باودر ومعلقة صغيرة من المل بهاك عندي مكونات العجينة صارت جاهزة بنستمر في العجن حتى تتشكل معنا عجينة متماسكة طرية طبعا وانا بعجن فيها كان بدها شوي تطحين رجعت حتى تنص الكاس على مراحل طبعا حسب حاجة لطحين عندكم بالنسبة للمحلب حبوب المحلب بتلاقوها عند العطار المحلب هون بيعطي نكهة كثير طيبة ومميزة لخبز رمضان هيك عندي العجينة جاهزة بتهن ايدي بشوية زيت باللمي العجينة وحطها بصحن نظيف بغطيها بتركها ترتاح تقريبا مدة ساعة اقل شي لازم ترتاح معكم العجينة ساعة بتعطيكم نتيجة جدا رائعة هيك عندي العجينة بعد مرتاحة ما شاء الله عجينة جدا هشة طبعا عجينة هشة من الحليب السالي اللي احنا حطنا وكمان من لبن الزبادي هلو هون برجع بعجنها بطلع الهواء منها ورح ابلش اقسم فيها بالنسبة للتقطيح هون اذا بتحب الخبز ان يكون كبير ممكن تقطعوا العجينة لقطعتين بس انا هون حبيت اعمل خبز شوي صغير فقطعت العجينة لاربع اقسم طبعا ناخد كل قطعة عجين بنعملها على شكل كرة بعدين هون رح اغطيهم ورح اتركهم يرتاحوا تقريبا مدة خمس دقائق بعدين ها رح ابلش اشكل فيهم عدكم كثير بنفرت كل قطعة عجين على شكل دائرة طبعا هون شغلة كثير مهمة انه العجينة لازم تضلها معكم خميلة يعني اه ما ترجوها كثير هل هون بحطها على صينية الخبز بالنسبة لصينية الخبز هون انا فرجتها ورق زبدة في حال مش متوفرة عندكم ورق زبدة ممكن تتهنوا اه صينية الخبز بطبقة خفيفة من الزيت النباتي اه وتحطوا قطع العجينة عليها هيك عندي صاروا جاهزين هلا هون رح نبلش بالتشكيل بالنسبة للتشكيل اه ممكن تشكلوها عن طريق الايد بنعمل خطوط فيها او ممكن كمان اه بالسكينة بتعملوا خطوط خفيفة فيها طريقة التشكيل كمان هون جدا سهلة وبسيطة هيك عندي صاروا جاهزين طبعا هون رح اغطيهم رح اتركهم يرتاحوا بقريبا مدة ربع ساعة لحد نص ساعة زي ما بدكم اكيد الفترة بس اقل شي لازم ترتاح معكم ربع ساعة بعديها رح ابلش ادخل هالفران رح احكي هون عن خلطة التلميع بنسبة لخلطة التلميع هون انا استخدمت صفار بيضاء بالاضافة الى معلقتين كبار من الحليب السائل وربع معلقة صغيرة من الخل الابيض في ناس بتحب تستخدم ربع معلقة صغيرة من النسكفة برجع لكم اكيد بس انا بحس نكهة النسكفة بتبيني كثير في المعجنات طبعا هون الوجه رجعت رشاة عليه شوي من السمسم الابيض واكيد كمان ممكن تحطوا حبت البركة تعطي طعم كمان طيب هلا هون رح نحكي عن الفرن بالنسبة للفرن رح اخبزهم على درجة حرارة 200 طبعا الخبز رح يكون عنا في البداية من تحت واول ما اشوفها انها تحمرت ماي من تحت بشغل الشواية من فوق بالنسبة للمدة بيختلف من فرن لفرن بس انتو اول ما تشوفوها انها تحمرت معكم من تحت شغل شواية من فوق واول ما نطلحها من الفرن برجع بغطيها حتى تطرى شوية وبعدها بقدمها ما شاء الله ما تتخيلوا الطعم الخبز بجد شهي والمحلب بيعطي نكهة جدا مميزة ما تستغنوا عنه بالوصفة وهيك وصفتنا صارت جاهزة بتمنى انها عجبتكم بتمنى كمان انه الفيديو عجبكم اذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تلسوا لاك للفيديو لدعم الفيديو الاشتراك بقناتي تفهيل زر الجرس حتى وصلكم جديد القناة ويعطيكم الف عافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر